بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد راجعنا في المحاضرة السابقة مواضع همزة الوصل وأجملناها وهذا اليوم إن شاء الله سنجمل مواضع همزة القطر وكنت قد قلت لكم إننا سنقسمها حسب نوع الكلمة لذلك سنتحدث عن مواضع همزة القطر في الحروف ومواضع همزة القطر في الأسماء ومواضع همزة القطر في الأفعال وكنت قد اتفقت معكم على أن الأسماء سنقسمها إلى قسمين الأسماء غير المصادر والأسماء المصادر نريد أن نتذكر معا قد شرحنا كل هذا ولكن نريد أن نتذكر القواعد التي درسناها في لوحة إجمالية لأن وجود جميع المواضع أمامك يسر عملية الحفظ تذكرون أن قلنا مواضع همزة القطر في الحروف قلنا جميع الحروف همزتها همزة قطر ما عدا أل إذن أل همزة وصل وما عداه فإن الهمزة تكون همزة قطر بالنسبة إلى الأسماء غير المصادر كنا قد قلنا جميع الأسماء غير المصادر همزتها همزة قطر واستثنينا من ذلك الأسماء التي ذكرناها في همزة الوصل إسم وبن وبنة وإثنان واثنتان ومرء ومرأة لذلك جميع الأسماء ما عدا طبعا مع مثنيات ما يثنى منها ما عدا ما ذكر في همزة الوصل في همزة الوصل بالنسبة إلى ما تبقى وهو الحديث عن همزة القطر في المصادر وفي الأفعال فقد اتفقنا على أن همزة القطر تكون في الفعل الثلاثي الفعل الثلاثي مثل أخذ إذن الفعل الثلاثي الماضي الثلاثي الماضي وفي مصدره لذلك نقول مصدر الثلاثي أخذ 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 هذا الموضع الأول إذن في الأفعال الفعل الماضي الثلاثي مثل أخذ ومصدره أخذ أخذ وبعدين عندنا الفعل الرباعي الماضي والأمر إذن الفعل الرباعي الماضي والأمر فالماضي مثل أحسن والأمر مثل أحسن أحسن والمصدر أيضا مصدر الرباعي لذلك تقول أحسن إحسانا إحسانا كانت هذه كانت هذه قاعدة همزة مواضع همزة القطر أنبه تنبيه وهو أن التي همزتها همزة وصل قد تدخل على ما همزته همزة قطر فتقول الإحسان مثلا الإحسان فهذه الهمزة همزة وصل وهذه الهمزة همزة قطر والكلمة أساسا مكونة من كلمتين الإحسان الحرف والهمزة في أول هي همزة وصل والإحسان مصدر والهمزة مصدر في الرباعي والهمزة في أول هي همزة قطر وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن مواضع همزة الوصل ومواضع همزة القطر وهي الهمزة المتصدرة الهمزة التي في أول الكلمة إما أن تكون همزة وصل وقد عرفنا مواضعها أو تكون همزة قطع وقد عرفنا الآن مواضعها وبقي لنا قبل أن نغلق الحديث في مواضع همزة القطع والوصل بعض التنبيهات اليسيرة التي سأذكرها في المحاضرة القادمة بإذن الله